موسيقى 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 وتقسر الثباق من تحت وليحيتك تكون لعند السرّة وما تأخذش منها أو لعند قبضة ومش عارف إيه هذا كله بصراحة كل هذه زخارف كلها زخارف موسيق خارجي بصراحة عند الله لا وزن له كبيراً الوزن الكبير إنه بذل نعرف لما قال له أناس قال له يا أبوني أن استطعت أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غل ولا غش وكأنه قال ولا حقد على أحد من المسلمين ففعل فإن هذا من سنتي ومن أحيا سنتي كان معي يوم القيامة أحيا السلام هاي الجمال تحب تكون زي تحب تكون زي محمد محمد لا عنده غش ولا حقد ولا كروة وطبعاً زي عادينا شوف الشماء المحمدية اقرأ كتاب الترمذي وكتاب البيهاقي وكتاب الأصفهاني شوف شمائل النبي الخلقية بالذات بصراحة إحنا لما بنحي المولد النبوي وهذا من خيبة المسلمين بصراحة بقعدوا يتغزلوا بالنبي كأنه حورية صح؟ وبصفوا حواج وقالوا وجنتيه وحماره وشانا بأسنانه أنا إيش حستفي جميل هذا يعني بيحبي بس يعني أنتك تركز على هذا إيش حقدر أعمل أنا؟ مقدرش أقتدي به في الشغلة هذه هذه أشياء من الله الله خلا مثلاً أجل الجبين أزج الحاجبين أقنى الأنف أقنى العرنين دقيق المسروبة لا أعرف عظيم الكراديس هذا الله خلقه أنا ما خلقني شيك إيش هعمل يعني؟ ليس كبير فائدة من دوء وبعملوا فيها أشعار وأغاني وأنشيد من خيبة المسلمين كان الأجدر بهم لما يحتفظوا المولد يذكروا أخلاق النبي العملية الحقيقية وخاصة الأخلاق الاجتماعية كيف كانت وضع للناس للصبيان والنسوان والعبيد كيف يسلم على الصبيان في الشارع؟ نبي سلم ينزل يتخرفص لهم ويقعد ويكلمهم مرات يلاحب الصغار خاصة أولاد ويقعوا عليه ومن سبق إلي فله كذا وينزل ويجوا عليه العرمة هذه عندما يقعد بين أصحابه يجلس حيث انتهى به المجلس وينهى عن توطين المجالس النبي كان أكثر شيء يكره النزعة الفارسية كلها من الحضارات المادية البيزنطية والفارسية في حضارات الناس الملاحدة ليس ملاحدة يعني مديين وعلى غير الدين الحق دين الأنبياء فهي عندهم تعظيم الملوك وتعظيم الكبراء والأغني النبي يكره هذا في العظم يكرهه تماماً وقام من نفسه نموذجاً معاكساً تماماً يقعد حيث انتهى به المجلس تعرف أنا اليوم ليس داخل مزاجي وليس داخل عقلي ليباس رجال الدين هذا بكرهه مسيحي يهودي إسلامي كله بكرهه وبعتبره نعم الكهانة والدجل على الناس لماذا متميز بالليباس لابسك أكولة وعمامة وبعدها يلبسها العالم الكبير يلبسها والجاهل عنده شهادة سيعرفش ت pits ما في القيام Committee هل كان هذا من هدي المرسلين هل هذا من هدي رسول الله واصحابه حتى أي أبداً النبي لم يلبس إلا كما كان يلبس الناس حتى الناس الكفار يعني يعني النبي كان لباسه مثل لباسir إلى أبي أبو� وجهه وحمزة عمو مثل لباس إلى الناس العاديين ما قال لباس المؤمنين غير لباس الكافية هذا لم يتمP ولباس النبيين غير لباس المؤمنين ولباس خاتم النبيين مرح zukال الناس يلبس مثل الناس عادي لا تعرفون ما يلبسون مستحيل والصحابة يلبسون مثل الناس طبعا هذا نبيهم وهي جلس حيث انتهى به المجلس تخيل؟ يا سلام التواضع رهيب بنت التواضع هذا وطول حياتي وبكرها الاحتفالات وبكرها وعشان ما تشوفني قليل جدا كل موت التكافر برحبة عارف ليه؟ بكرها أنه فيه أول صف وثاني صف هذه بافهم وخليها احتفالات سياسية وحزبية كانت فارغ بس احتفالات ذات روح دينية ما نحبش تكلم فيها هذا ما توضنس المجالس أسكت اللي بيجي يقعد صف أول في الصف الثاني تعلموا التواضع من رسول الله يا أخي ولا ما الصحية تعلموا التواضع من رسول الله واحد جاي مسكين حاب يشارك في الاحتفال من أوله ومتحمس وكذا وجاي وحب يتبرع يقعد في الصف الأول وهذاكي الكبير شايف حاله كبير عاد عالم وشيخ جاي آخر شي يقعد في الأخينا بصراحة قلت أخر واحد ما فيها عادي ولا ما الصحية النبي كان أصحابه وهيك كان عيشه مزبطوا يا لأ عندهم توضع غير طبيعي اليوم أنت متقدرش تكلم شيخ مش حاكم دولة شيخ عامل حال شغل كبير يعني بلحيته كذا أنه شيخ مخطب يعني شغل كبير شيء مقرف سيدنا عثمان كان يوم الجمعة في الطلقات ابن سعد وذكرت مرة في خطبة أكه أثرت فيه هذا المنظر سورة أثرت فيه والله عثمان بن عفان خليفة خليفة ورثة الإمبراطورية التي فتاحها عمر الخطاب دول أكثر من 15 دولة يحكم الرجل لهذا شيء مخيف ما تقوله اليوم يا رئيس دولة وملك 15 دولة ثلث العالم القديم كان في حكمه ثلث العالم القديم في حكمه يطلع المنبر درجة درجتين ويقعد هيك ويبدأ يكلم الناس يصدر مع بنتك هيك بالضبط ذكر الإبن سعد ليس بنتك نخطبة تقوله آه طيب أمهرتوها أمهرتوها كيف مهرتوها كذا كذا والتسوجات ولا ماتت الدخلة البينونة كذا طيب أنت يصدر في دينك تكلم مع الناس مشكلكم اليومية ويأتي وقت الصلاة يقوم يخطوا فيه ومنزل ماهي الجمال هذا ليس خطيب جمعة هذا أمير المؤمنين صح؟ اليومين يا بابا كبر وعنجهية باسم الدين شيء محزن حقيقة أريد أن أتحدث عن رسول الله هذا رسول الله رسول الله الذي كان ما يبادش في بيوته هو عشاء ما يرضاش زوجاته الثانيات بعضاً لكذا بالعكس يخزن عندها مونة سنة كاملة طب بنته مثلاً فاطمة عليه السلام يغضب إذا عرف أنه بات عندها عشاء الثاني يوم على فطوم رقتله قضي يا أبي يا رسول الله طير حمامة يعني قال له من أين هذا؟ كانت فضلاً من عشائنا أمس قال له بات هذا عند آلي محمد ما ظن محمد بربه لو لقي الله قال له قص عبل لفاطمة قصة قال له أنا وأنت والجايا لا ما يبادش عندنا شيء ولا يروح يروح للمحتاجين يحسن الله هذا الرسول بدك تحاول طبعاً صعب حين نكون لنصر المستوى هذا مستحيل لكن حاول هكذا زي ما يقول له أسأل عن أرحامك بالذات الأقربون أولى بالمعروف عن أهلك وأقربائك حتى في البلاد أخرى اللي مش هيطبلوا أولاك ويعملوا قصة أنك أنت عطيتهم كذا خلاص عطيت لله وانتهينا ما حد عارف اسألوا عن إخوانك وأصدقائك وجيرانك اللي محتاج عندك من كان معه فضل زاد فليعود به على من لا زاد له ومن كان عنده فضل مال فليعود به على ومن كان عنده فضل ظهر داب الحين سيارة كذا فليعود به على من لا ظهر له قال لك محمد أنا هيك هذا ديني دين هيك عشان هيك قال عنه إمام الاشتراكيين آه عنده نزعة الاشتراكية بصراحة النبي عنده هيك بس هو قبلهم كلهم هو أستاذهم أصلا أنه أيوة أيوة المال هذا خلي ناس كلها ترغط به مش نحتنك نحتنكه ونحتازه لنا هذا النبي نبي الصفاء التواضع الكرم العبودية الذكاء العاطف زي ما قلنا محاسنة الناس عدم مخاشنة الناس التأليف بينهم والتحبيب بينهم هذا النبي بس نبي له مظهر وله لحية وله جلباب وله أحاديث تحفظها عنه قال رسول الله وأخرجه البيهق وفيه فلان وقال عمل لحالك وسلوكك سيء جدا ورديع ليس هيك الدين الدين مزا هيك شوك كيف أنت الدين سلوك فالقضية أبسط بكثير أخي الفاضل مما أيه؟ يعني تصور ومما يراد لها أن تصور علي أبسط بكثير والله العظيم